مشاهدين بالعودة إلى التطورات في حيفا داخل الخط الأخضر تنضم إلينا من القط مراسلة العربي كريستين ريناوي أهلا بكي كريستين قبل أن تعطينا آخر المعلومات عن عملية حيفا وتفاصيلها نود منك أيضا أن تذكري لنا تفاصيل ما أعلنه الجيش الإسرائيلي قبل قليل عن إصابة ستة جنود له في الساعة الأربع والعشرين الماضية في العادة في ساعات الظهيرة يحدث رويدة الجيش الإسرائيلي بياناته على موقعه الإلكتروني وحدث بأن ستة من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة وذلك في معارك قطاع غزة وأصلا فقط الإصابات بجروح خطيرة هي التي يذكرها الجيش وبعد إبلاغ ذويهم هذه الحصيلة الجديدة رفعت عدد المصابين في هذه الحرب الحصيلة المعلنة من قبل الجيش الإسرائيلي إلى 2771 مصابا منذ بدء الحرب والجيش الإسرائيلي يدعي بأن المصابين من جنوده وضباطه منذ بدء الاشتياح البري في 27 أكتوبر ارتفع هذا العدد إلى 1267 جنديا ومصابا على صعيد أعداد القتلى هو آخر حصيلة أعلنها حصيلة إجمالية كانت 557 قتيلا في صفوف الجنود والضباط وأيضا 220 من الجنود والضباط اعترف بمقتلهم منذ بدء الاشتياح البري بتالي تحديث الإصابات هو في إطار التحديث اليومي على الموقع الإلكتروني وهنا لك تشكيك بالمناسبة بأرقام الإصابات بيانات وإعلانات المشافي في إسرائيل تظهر بأن هناك فجوات يعترفون بأقل من 3000 جريح في صفوف الجيش في المقابل أن بعض المستشفيات استقبلت أعداد مضاعفة من هذا الرقم وكان مستشفى إخلوف في تل أبيب قبل قليل أيضا أعلن عن وصول ما لا يقل عن 18 جنديا خلال 24 ساعة الأخيرة بتالي هذا على صعيد تحديث الجيش على صعيد حيفا وهذه العملية كان هناك شك في إن كانت هذه عملية بتالي تم حسم هذا الشك نتحدث هنا عن عملية نفذت في حيفا داخل الخط الأخضر قرب قاعدة لسلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي أصيب في هذه العملية جندي بجروح خطيرة استشهد فلسطيني 29 عاما من مدينة طمرة داخل الخط الأخضر في الجليل الأسفل في هذه الأثماء قوات الشرطة هي تداهم المنزل وتجري تحقيق مع عائلته وفي العادة هذا إجراء روتيني من بعد تنفيذ عمليات القوات الإسرائيلية تقتحم منازل منفذي العمليات تفتش في محتوياتها تحطم في محتوياتها وتعتقل عددا من أفراد الأسرة وبتالي نتوقع أيضا اعتقال أعداد من أفراد أسرة المتهم بتنفيذ هذه العملية الذي جرى رويدا أن هذا الشاب وصل بمركبته إلى محيط مقر قاعدة سلاح البحرية هناك دهس بمركبته جندي أصابه بجروح خطيرة في الأسفل من جسمه من جسده ثم ترجل من المركبة وهو يحمل فأس انتقل وصار نحو مسافة 200 متر حتى وصل إلى مدخل مقر السلاح البحرية هناك شهده جنود وأطلقوا الرصاص عليه واعتبروا بأنهم أحبطوا هجوما أكبر أنه كان ينوي طعن المزيد من الأشخاص بواسطة الفأس كان قد وصل أيضا مفوض عام الشرطة قال إن هذا الشخص نفذ العملية بمفرده رفعت حالة التأهب في حيفا بحسب رئيسة بلدية حيفا تعزيز للإجراءات الأمنية العملية كانت لافتاء آخر عملية جرت في حيفا في أبريل عام 2022 رويدة تأتي بفارق دقائق مع عملية أو الإدعاء بوجود عملية أو محاولة طعن في تقوع جنوب شرق بيت لحم تأتي بالتزام مع حرب متواصلة اليوم الخامس عشر بعد المئة في قطاع غزة تأتي في وقت عمليات متواصلة أيضا ومتبادلة ما بين شمال إسرائيل وجنوب لبنان وهجوم نفذه الإسرائيليون في دمشق وبالتالي هذا يعكس السحات المتعددة التي دائما ما يقول الإسرائيليون أنهم يتعاملون معها وبالتالي هذه العمليات تنفذ لأن الحرب أيضا متواصلة على قطاع غزة شكرا لك جزيلا شكر مراسلات العربي من القدس كريستين ريناو اشتركوا في القناة